مدبولي يلتقي رئيس غرفة التجارة الأمريكية ويبحث جهود تعزيز الاستثمارات شكري يبحث مع نظيره القبرصي تعزيز أمني واستقرار شرق المتوسط ويشيد بدورها في توثيق علاقات القاهرة بالاتحاد الأوروبي وسط المعارك المستعرة شرقي أوكرانيا موسكو تتوقع موافقة كييف على مطالبها من أجل السلام السادسة مساء في القاهرة الرابعة بتوقيت جانج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على استمرار التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأمريكي وتطلع إلى إقامة مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص من البلدين في مختلف المجالات تأكيد مدبولي جاء خلال لقائه رئيس غرفة التجارة الأمريكية طارق توفيق لستعراض جهود تعزيز الاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال المصريين والأمريكيين وخلال الاجتماع أكد مدبولي استعداد الدولة لتقديم الحوافز المختلفة لجد بمزيد من الاستثمارات مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لتكون المهمة الخاصة بها تسريع عملية تخصيص الأراضي الصناعية من جانبه أثنى رئيس غرفة التجارة الأمريكية على الخطوة المهمة بعرض وثيقة سياسية ملكية الدولة للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة مؤكدا الترحيب بهذا التوجه الإيجابي وخلال الاجتماع تم استعراض آخر نتائج دراسة تطوير مجمع الألمونيوم بمدينة ناجح حمادي حيث أشار مدبولي إلى أن الحكومة تلقت طلبات من جانب عدد من المستثمرين للشراكة في تطوير مجمع الألمونيوم بناجح حمادي وأكد مدبولي أن هناك رغبة حقيقية لتطوير المصنع وتنفيذ توسعات به من أجل العمل على تغطية الاحتياجات المحلية من خام الألمونيوم وشهد الاجتماع نتائج دراسة شركة بكتل العالمية لتطوير مجمع الألمونيوم بمدينة ناجح حمادي وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية عمل توسع إضافي لإنتاج أنواع وقطعات جديدة مطلوبة في السوق المحلية التي يتم استرادها حاليا أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بالتوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة المقبلة لا سيمة في المدن السحلية والحدودية تأكيد مدبولي جاء خلال اجتماع عقده لمتابعة خطة التوسع في إقامة مشروعات تحلية مياه البحر وخلال الاجتماع أشار مدبولي إلى أن الحكومة تحرص بشكل جاد على تحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات ذلك ضمن مساعي توسيع قاعدة مشاركة هذا القطاع في الاقتصاد المصري باعتباره شريكا حقيقيا في أعمال التنمية ووجه مدبولي بتشكيل لجنة فنية تتولى تلقي العروض من جانب الشركات المتقدمة لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر والتفاوض من أجل التوصل إلى أفضل الأسعار المقدمة كما كلف أجهزة الدولة بأهمية توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات التحلية تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي موقف توريد القمح المحلي من المزارعين والاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف السلع الاستراتيجية بالإضافة لكميات الأقماح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية وأوضح بيان مجلس الوزراء أن إجمالية الأقماح التي تم استلامها من المزارعين حتى صباح اليوم وصل إلى ثلاثة ملايين طن مضيفا أن عملية التوريد مستمرة حتى الوصول إلى الكميات المستهدفة هذا وقد أوضح مجلس الوزراء أن القمح المتوافرة بحساب المقرر توريده يكفي حتى يناير 2023 والأرز يكفي مدة 5 أشهر فاصل 5 والزيت 5.8 أشهر والرؤوس الحية تكفي لمدة 16 شهر واللحوم المجمدة لمدة 6 أشهر والدواج المجمدة لمدة 8 أشهر وصلت أجهزة وزارة الداخلية الجهود لضفط جرائم غش مستلزمات الانتاج الزراعي والداجيني والجرائم التي تضر بالبيئة حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتشية مكبرة في هذا الإطار نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها للجرائم التي تضر بالبيئة والثروة الحيوانية والزراعية والداجينة وكذا ما يضر بصحة الإنسان في هذا الإطار كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من حملاتها وتمكنت وبنطاق محافظة المنوفية من ضبط مصنع أعلاف حيوانية بدون ترخيص بداخل خط إنتاج لتصنيع المواد الخام من مخلفات الدواجن وخمسون طن مواد خام من بروتين الأعلاف وتمكنت من ضبط شركة بدون ترخيص للصناعات الغذائية بمضبوطات خمسة أطنان زراسفراء وأكثر من طنين مكسبات طعم ومواد غذائية كما تم ضبط شركة بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخلها قرابة 46 ألف عبوة مواد غذائية بالمنوفية ونجحت في ضبط 98 طن مواد خام للغراء بمصنع بدون ترخيص للغراء وتمكنت الإدارة من ضبط أربعة محلات ومخزن للأسمدات الزراعية وتجارة الأعلاف بدون ترخيص بمضبوطات أكثر من سلاسة أطنان أعلاف حيوانية وقرابة 18 طن ونحو 2500 عبوة أسمدة زراعية بدون ترخيص كما نجحت في ضبط مخزن بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخله أكثر من أربعة أطنان مخللات وملح طعم بنطاق محافظة المنوفية وبنطاق مدريتي أمن القليوبية والمنوفية كثفت الإدارة من حملاتها وتمكنت من ضبط أربعة مصانع وسلاسة محلات وشركة ومخزنين للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمضبوطات 79 طن ونصف أعلاف بدون ترخيص كما نجحت في ضبط قرابة 11 طن و5000 عبوة مواد الغذائية داخل مخزن ومؤسسة بدون ترخيص لتجارة المواد الغذائية بن منوفية وأصفر الجهود الإدارة في مجال التصدي للتعديات على نهر النيل والمجار المائية عن ضبط 524 قضية التعدي بنطاق مدريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقنا والشرقية والأكسر وبنطاق مدريتي أمن بني سويف والقليوبية تمكنت الإدارة وفي مجال الثروة الزراعية من ضبط أربع قضايا بمضبوطات 18 طن أعلاف و41 طن وأكسر من 9000 عبوة أسمدة ومبيدات زراعية بدون ترخيص وفي مجال حماية البيئة تم ضبط سلاس قضايا بمضبوطات بلغة 62 طن مواد الغذائية بدون ترخيص بنطاق مدريتي أمن بني سويف والقليوبية وبنطاق محافظة بني سويف تمكنت من ضبط ست قضايا متنوعة في مجال حماية الثروة السمكية وتتواصل جهود الإدارة للتصدي لكافة المخالفات التي تقع بنطاق اختصاصها تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 411 قضية تمونية بمضبوطات بلغت أكثر من 74 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية كما تمكنت وزارة الداخلية من ضبط قرابة 64 طن من المواد الغذائية وغير الغذائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط أكثر من 10 أطنان في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية كما تم ضبط 600 قضية في مجال قضايا المخابز وضبط 10 قضايا بمضبوطات بلغت أكثر من 285 طن من الأقماح المحلية في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلية أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تعمل مع قبرص في إطار من المبادئ المشتركة والعلاقات الوثيقة بين الشعبين وفي مؤتمر صحفي مع نظيره القبرصي أوضح شكري أن مصر تتعاون مع قبرص في ضوء دورها المهم بالاتحاد الأوروبي مضيفا أن مصر ستواصل تعزيز التعاون في شرق المتوسط علاقات متنوعة مع قبرص سواء كانت علاقات ثلائية علاقات في إطار التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان أيضا الفهم العميق لقبرص للمنطقة والزروف المنطقة والأوضاع في مصر جعلت دائما أبرص شريف في إطار العمل على تدعيم العلاقات المصرية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وتستمر أبرص في هذا الدور المهم لتوصيل صوت مصر إلى أعضاء الاتحاد والتعريف بالقضايا الهامة المرتبطة بالأمن القومي المصري وتعزيز أمن السقرار من تأتشار المتوسط وأوضح وزير الخارجية أن المباحثات مع نظيره القبرصي تطرقت لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين وأشار شكري إلى أن مصر وقبرص مستمرتان في التنصيق والتشاور حول الوضع في عدد من القضايا الإقليمية المهمة مباحثاتنا المرفردة والمؤسعة كافة أوجه العلاقات الثنائية التحضير للاجتماع القادم لللجنة العليا المشتركة مراجعة التكليفات التي صادرت عن الاجتماع اللجنة المشتركة العليا السابق وما تم إنجازه والجهد الذي يجب أن نبذله لاستكمال كل ما تم توجيه به من قبل القيادتين من جانبه قال وزير خارجية قبرص يوانيس كاسو ليديس إن العلاقات المصرية القبرصية راسخة خاصة على الصعيد الاستراتيجي مؤكدا أن مصر تلعب دورا جوهريا في ليبيا وتفذل الجهود كافة لتحقيق الاستقرار في المنطقة بما في ذلك في قطع غزة وحول استضافة مصر لمؤتمر تغيير المناخ كوب 27 المقرر عقده في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ قال الوزير القبرصي إن مصر تعد نموذج رائعا في المنطقة في هذا الإطار إنني أشعر باقتناع كامل وبرضة حول هذه العلاقات ومدى تقدمها وخاصة أنها علاقات في واقع الأمر راسخة وخاصة حينما يتعلق الأمر بفكرة العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين كما ذكرت من قبل أننا ننظر في الرؤية القبرصية وخاصة في إطار مجموعة العمل المشترك بين الطرفين من أجل تحقيق ما نسعى إليه دوما كان وزير الخارجية قد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية القبرصي يوانس كاسوليدس الذي يزور القاهرة حاليا كما تبعت جلسة المباحثات الثنائية اجتماعات موسعة تناولت كل ملفات العلاقات الثنائية ودفع التعاون في مجالات عدة من أبرزها التجارة والطاقة والاستثمار وتناولت الجلسة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك من ناحية أخرى بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبلغيت خلال لقائه وزير الخارجية القبرصي سبل تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى أعلى المستويات وشهد اللقاء استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأزمة في أوكرانيا وأكد أبلغيت في هذا الإطار أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي يفضي إلى وقف إطلاق النار وتسوية الأزمة بما يسمحه بتخفيف تداعيتها الخطيرة على الأمن الغدائي في المنطقة كما تناول أبلغيت ووزير الخارجية القبرصي تطورات القضية الفلسطينية والأزمة في سوريا بالإضافة إلى تطورات متعلقة باستغلال مصادر الطاقة في منطقة شرق المتوسط أعلنت السفارة المصرية في العاصمة الأوكرانية كييف عودة بعثتها الدبلوماسية لاستيناف أعمالها من كييف وفي بيان لها أوضحت السفارة المصرية أنه سيتم بدءا من غد الجمعة استقبال المواطنين والمترددين على القسمة القنصلية لإنهاء مختلف المعاملات القنصلية أكد الرئيس الروسي بولادامير بوتين استعداد بلاده للمساهمة بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي اشترت بوتين رفع العقوبات الغربية عن موسكو وأشار إلى استعداد روسيا لتصدير الحبوب والأسمدة من أجل معالجة الأزمة مشددا على جاهزية موسكو لمواصلة إمداد إيطاليا بالغاز دون انقطع أكد الرئيس الروسي بولادامير بوتين أن بلاده لا تزال المصدر الأول للقمح في العالم ذلك بعد أن كانت حتى وقت قريب تشتريه وأضاف بوتين في كلمة خلال المنتدى الاقتصادي الأوراسي أن الولايات المتحدة وغيرها من البلدان تنتج قمحا أكثر لكنها تستهلك المزيد منه لافتا إلى سعي موسكو لتعزيز الشراكة مع دول أوراسيا وأفريقيا وضعنا خطة للتصنيع وتم صرف 300 مليار دولار على قطاع الصناعات الزراعية وحوالي 170 مشروع صرف عليها حوالي 16 مليار دولار وكنا قد هيئنا منافسة وقدرة تنافسية ليس فقط في المنطقة الأوراسية فحسب بل في العالم كله ومنذ فترة ليست ببعيدة كنا نشتري المواد الزراعية واليوم بتنا المصدر الأول في العالم للمواد الغذائية في المقابل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زلينيسكي إن زيارات السياسيين رفيع المستوى إلى العاصمة الأوكرانية كييف هي إشارات دعم مباشرة ومهمة للغاية على حد وصفه وخلال استقباله لرئيسة وزراء فنلندا سانا مارين في كييف توجه سيلينيسكي بالشكر إلى فنلندا على ما قدمته لأوكرانيا من شحنات للمساعدة العسكرية إلى جانب سعيها لتقديم مختلف أنواع الدعم إلى كييف إن زيارات القادة إلى العاصمة الأوكرانية كييف تمثل إشارة كبيرة ورسالة مباشرة غاية في الأهمية ونود أن نتوجه بالشكر إلى فنلندا على ما قدمته لنا من شحنات للمساعدات العسكرية إلى جانب سعيها لدعمنا على مختلف المستويات والتحرك لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا من جانبها أشهدت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين بما وصفته بالروح البطولية للشعب الأوكراني وأضفت مارين خلال لقاءها زيلينيسكي أن الشعب الأوكراني يقاتل من أجل حريته ومن أجل أوروبا بأسرها مؤكدة أنه أمر مثير للإعجاب مات الكثير من الناس وفي نفس الوقت فإن الروح البطولية للشعب الأوكراني الذي يقاتل من أجل حريته ومن أجل أوروبا بأسرها أمر مثير للإعجاب وكان من الصعب للغاية النظر إلى كل ما فعلته روسيا في مدينتي بوتشا وإربين من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن بلاده لا تستهدف الحفاظ على النظام الدولي القائم حاليا فحسب بل تحديثه لمواجهة التحديات العالمية وأضف بلينكين أن الرئيس الروسي فشل في تحقيق جميع أهدافه من وراء العملية العسكرية في أوكرانيا وأنه بات يشكل تهديدا حقيقيا على النظام الدولي لافتا إلى ضرورة عمل الولايات المتحدة مع الصين في المستقبل لمواجهة التحديات المشتركة الحرب لم تنتهي بعد ولكن الرئيس بوتن فشل في تحقيق أي واحدة من أهدافه الاستراتيجية بدلا من محوي وتخلص من استقلال أوكرانيا وبدلا من تقسيم الناتو عزها وبدلا من إضعاف النظام الدولي فقد جمع الدول معا للدفاع عنه حتى مع استمرار حرب رئيس بوتن سنبقى مراكزين على أهم التحديات طويلة الأمد للنظام الدولي التي تفرضها الصين الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها الرغبة في إعادة الصياغة للنظام الدولي وبشكل متزايد وخلال مشاركتي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدأ في استقال المستشار الألماني أن روسيا لم تنجح في تحقيق أهدافها الاستراتيجية من عملياتها العسكرية في أوكرانيا أضاف شولز أنه لا يمكن أن يملي الرئيس الروسي شروطا لاتفاق السلام مرجحا أن يتفاوض بوتن بجدية فقط إذا مقتنع بعدم إمكانية روسيا الانتصار في عملياتها العسكرية والتغلب على الدفاعات الأوكرانية يبدو لي وبشكل مواضح أن الرئيس الروسي بلاديمير بوتن سينخلط بجدية في مفاوضات السلام فقط عندما يدرك عدم قدرة روسيا على هزيمة الدفاعات الأوكرانية ولهذا فنحن ندعم أوكرانيا ولكننا لا نفعل أي شيء من شأنه أن يجعل حلف شمال الأطنطي طرفا في الصراع لأن الأمر حينئذ سيعني مواجهة مباشرة بين القوى النووية العالمية هذا وقد أعلنت روسيا أنها تتوقع أن تعترف أوكرانيا بالوضع الحالي وأن تتقبل مطالب روسيا وردا على سؤال نعم إذا كانت روسيا تتوقع من أوكرانيا تقديم تنازلات قال المتحدث باسم كريملين ديمتري بيسيكوف أن موسكو تتوقع قبول مطالبها وأن تتفهم كييف الوطن الحقيقي القائم بحكم الأمر الواقع مع إجراء أوكرانيا تقييما رصينا للأوضاع كما أضف بيسيكوف أن الغرب بحاجة إلى رفع بعض عقوباته المفروضة على روسيا لاستئناف شحنات الحبوب من أوكرانيا ميدانيا قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية إن هناك مؤشرات على تصعيد روسيا للقتال مشيرة إلى أن شدة المعارك في منطقة دونباس في الشرق بلغت حدها الأقصى وبالتوازي أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن القوات الروسية تواصل شن هجومها المكثف في عدة مناطق من خط المواجهة شرقية البلاد وأشر الجيش الأوكراني إلى أن القوات الروسية شنت ضربات ساروخية وجوية على منشآت البنية التحتية في أنحاء أوكرانيا يأتي هذا بينما تحاول روسيا بسط السيطرة الكاملة على دونباس حيث قامت بإرسال آلاف القوات إلى المنطقة والهجوم من ثلاثة محاور في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحية أوكرانية من طراز مي 24 في منطقة خاركوف وقالت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي أسقطت كذلك طائرة نقلة عسكرية أوكرانية تحمل ذخيرة وأسلحة بالقرب من منطقة أوديسا اشتركوا في القناة نشرة السادسة ما زلت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها على وقع الأزمة الاقتصادية العالمية منظمة التجارة العالمية تدعو لعدم حضر الصادرات الغذائية تبحث مجموعة الدول السبع الكبرى اليوم سبل إبقاء إهداف تغيير المناخ على المصاري الصحيح حيث تجرى محادثات تضغى عليها تكاليف الطاقة المتصاعدة والمخاوف المتعلقة بإمدادات الوقود التي أججتها الأزمة في أوكرانيا ويسعى وزراء الطاقة والمناخ والبيئة من مجموعة السبع إلى إعادة تأكيد الالتزام بوضع حد لارتفاع درجة حرارة الأرض بواقع واحد ونصف درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وحماية التنوع البيولوجي وزراء من أغنى الدول في العالم يكتمعون في العاصمة الألمانية برلين لبحث سبل إبقاء أهداف تغيير المناخ على المصاري الصحيح مع إجراء محادثات تضغى عليها تكاليف الطاقة المتصاعدة والمخاوف المتعلقة بإمدادات الوقود التي أجاجتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا اجتماعات وزراء الطاقة والمناخ والبيئة من مجموعة السبع تتاجه إلى إعادة تأكيد الالتزام بوضع حد لارتفاع درجة حرارة الأرض بواقع واحد وخمسة من عشر درجة مئوية فوق المستويات ما قبل الثورة الصناعية بالإضافة إلى حماية التنوع البيولوجي مجموعة السبع أيضا تعتزم الالتزام بالتخلص التدريقي من توليد الطاقة بالفحمة بحلول عام 2030 رغم أن هناك معارضة من الولايات المتحدة واليابان يمكن أن تعرقل مثل هذا التعهد وقد دفعت الأزمة الأوكرانية بعض الدول لشراء المزيد من الوقود الأحفوري من دول أخرى بخلاف روسيا واستهلاك الفحم لوقف اعتمادها على الإمدادات الروسية وهو ما أصار مخاوف من أن أزمة الطاقة الناجمة عن العملية العسكرية الروسية يمكن أن تقوض جهود مكافحة تغير المناخ حست منظمة التجارة العالمية دول العالم على عدم منع أو تقييد صادرات المواد الغذائية الأساسية بعدما أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تفاقم التوتر في أسواق الغذاء العالمية وأتت دعوة المنظمة العالمية بعد ساعات من قرار أصدرته الهند وحددت بموجبه صادراتها من السكر إلى عشرة ملايين طن سنويا حتى شهر سبتمبر وذلك من أجل حماية مخزونها وخفض التضخم قرر البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائد الرئيس بواقع 3% إلى 11% سنويا ورجح المركزي الروسي إمكانية خفض سعر الفائد الرئيسي مجددا في الاجتماعات المقبلة مشيرا إلى تباطئ معدل التضخم السنوي في روسيا ففي شهر أبريل الماضي كان عند 17.8% وفي 20 مايو الجاري تباطئ التضخم بنسبة 17.5% وفيما يتعلق بالضغوطات الخارجية قال المركزي الروسي إن الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي لا تزال صعبة ولكن في الوقت نفسه انخفضت مخاطر الاستقرار المالي بشكل طفيف تراجع الدولار إلى أقل مستوى في شهر بعدما جاء بيان البنك المركزي الأمريكي دون مفاجآت تذكر حيث أيد معظم المشاركين في الاجتماع رفع الفائدة 50 نقطة أساس في يونيو ويوليو وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 100.83% وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بنسبة 1.4% تعتزم إحدى الشركات المصنعة لحليب الأطفال في المملكة المتحدة أن ترسل إلى الولايات المتحدة السلعة الاستراتيجية للمساعدة في تخفيف النقص الذي ترك العديد من الأباء يكافحون لإطعام أطفالهم وحدثت أزمة ألبان الأطفال بعدما قامت أكبر شركة منتجة بالولايات المتحدة بحصة سوقية تبلغ 40% بسحب منتجاتها على الصعيد المحلية كشف وزير المال البريطاني عن حزمة دعم كبير للمستهلكين المتضررين جراء ارتفاع فواتير الطاقة وذلك بمساعدة من ضريبة استثنائية مؤقتة على قطاع الطاقة وستمول الحزمة البالغ قيمتها ما يصل إلى 15 مليار جنيه دنيه السليني جزئيا عبر ضريبة استثنائية على الأرباح الكبيرة التي تحققها شركات النفطية والتي أفادت بدورها بشكل كبير من ارتفاع أسعار النفط والغاز رسم رئيس الوزراء الصيني لي كاتشانج صورة قاتمة لاقتصاد بلاده الذي تقوده القيود المفروضة لمكافحة كورونا معتبرا أنه يمر بلحظة حسسة في مواجهة صعوبات أكبر من تلك التي سُجلت في 2020 تنتاج الصين التي تواجه منذ أشهر موجة وبائية جديدة استراتيجية صفر كورونا الرامية إلى الحد قدر الإمكان من عدد الوفيات بفضل تدابير إغلاق خصوصا في شنجهايا وذلك منذ مطلع أبريل وشهدت الصين في مايو الحالي أسوأ أداء اقتصادي لها منذ عامين مع تسجيل أدنى مستوى استهلاك ونسبة بطالة قريبة من المعدلة القياسية أعربت مصر عن بالغ الحزن وخالص التعازي لجمهورية السنغال الشقيقة إثر حدث الحريق المفجع الذي اندلع بالأمس في مستشفى ببلدة تيفاواني غرب البلاد وأصفر عن وفاة أحد عشر طفلا رضيعا وفي بيان لوزارة الخارجية أعربت مصر عن صادق مواساتها لحكومة وشعب السنغال الشقيقة ولأمهات الضحايا وأسرهم كافة مؤكدة تضامنها الكاملة معهم في هذا الظرف الأليم شارك وفد من مزارة الخارجية في اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد في عاصمة غنية الاستوائية وذلك لإعداد القمتين الأفريقيتين الاستثنائيتين الخامسة عشر والسادسة عشر وترأس التأسنغال أعمال الاجتماع التنفيذي الذي شاركت فيه جميع دول الاتحاد الأفريقية واستهدف التحديد للقمة الإنسانية الاستثنائية ومؤتمر إعلان التعهدات والقمة الاستثنائية حول الإرهاب وتغيرات غير الدستورية للحكومات وخلال كلمتها كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية ضمن اجتماع الشقة الوزرية من اللجنة الفنية المتخصصة للهجرة واللاجئين النازحين أبرزت السفيرة سوها جندي مساعدة وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية إصدافت مصر كمركز إعادة الإعمار وتنمية في مرحلة بعد النزاعات في أفريقيا أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لا يمكن تحقيق السلم الاجتماعي إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع جاء ذلك خلال استقباله بقصر قرطاج وزيرة العدل ووزيرة الداخلية حيث شدد سعيد على ضرورة تحمل القضاء الشرفاء مسؤولياتهم في هذا الظرف الذي تعيشه تونس كما تناول اللقاء الوضع العام بالبلاد فيما يتعلق بمواجهة من يحاولون العبث بمقدرات البلاد واختلاق الأزمات أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواكبة عملية الإصلاح التي بدأت حتى استكمالها بما يحقق مصلحة للبنان واللبنانيين جاء ذلك خلال استقباله المديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية في قصر بعبدة وأكدعون أنه سيواصل العمل خلال ما تبقى من ولايته الرئاسية على مكافحة الفساد وإنجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان كذلك الإدارات والمؤسسات الرسمية الأخرى ذلك لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ترد الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد شهد مقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب برئاسة مصر تناقش الدورة الوزرية للمجلس عددا من الملفات الشبابية والرياضية منها النظر في طلب لبنان تقديم ملف حول الفعاليات والأنشطة التي يتم تنفيذها خلال العام الحالي وذلك بمناسبة احتضان بيروت لفعاليات عاصمة الشباب العربي كما يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروعات البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية العربية المقرر تنفيذها أكدت الخارجية الأمريكية دعم الولايات المتحدة بقوة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن للدفع بعملية السلام وحثت الخارجية الأمريكية الحكومة اليمنية وقوات الحوثي على الانخراط بشكل بناء في اجتماعات برعاية الأمم المتحدة للاتفاق على فتح طرق نحو تعز ومناطق أخرى في اليمن من جانبه دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن طرفي نزاع إلى تمديد الهدنة الحالية التي تنتهي الأسبوع المقبل مشددا على الأثار الإيجابية للهدنة على حياة السكان وفي بيان أكد المبعوث الأممي هانز جروندبرد على الأطراف تجديد الهدنة لضمان استمرارية هذه الفوائد وتعزيزها للشعب اليمني الذي عانى طويلا لأكثر من سبع سنوات جراء هذه الحرب أعلنت الشرطة اليمنية مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل وإصابة 25 آخرين في انفجار عبو ناسفة بأحد الأسواق الشعبية في مدينة عدن وذكرت الشرطة اليمنية في بيان أن الانفجار وقع في سوق لبيع الأسماك بإحدى مناطق شمال عدن بفعل عبو ناسفة تم زرعها في أحد البراميلة بينما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث أعلن أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أنه حتى الأمس تم الإبلاغ عن 157 حالة إصابة مؤكدة بفيروس جودري القرادة على مستوى العالم منها حالة واحدة مؤكدة في إقليم شرق المتوسط أبلغت عنها دولة الإمارات العربية المتحدة وفي كلمته خلال الدورة الخامسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية في جينيفا أضاف المنظري أن الأولوية الرئيسية الآن تتمثل في وقف انتقال المرض بين دول الإقليم وأما في إقليم شرق المتوسط فإن أولوياتنا الرئيسية الآن تتمثل في وقف انتقال المرض ونحن الآن في وضع أقوى بكثير ولله الحمد يعني يمكننا من القيام بذلك نتيجة لجهود الاستجابة والتصدي لمرض قبض 19 على مدى العامين والنصف الماضيين مما عزز قدرتنا في مجال الترصد والتشخيص المختبري كذلك يعني مما يسمح لنا بتحديد حالات الإصابة وتأكيدها بشكل أكثر فعالية قبل أن يزداد انتشار المرض ووسط حالة الضعر التي يعيشها العالم بسبب قدر القرود ذكرت زراسات طبية بريطانية حديثة أن أعراض المرض قد تمر بشكل أسرع وذلك عندما يعالج المرض بمضاد فيروسات معروف خاصة أنه لا يوجد لقاح محدد للوقاية منه لا أحد بمنأ عن خطر انتشار قدر القرودة الذي تسبب في حالة من الضعر بمجرد انتشاره في عدد من الدول وذلك وفقا لتصريحات منظمة الصحة العالمية المنظمة الأممية دعت جميع دول العالم للتأهب لرصد أي إصابات بالفيروس خاصة وأنه لا يوجد لقاح محدد للوقاية منه ولكن أثبتت الدراسات أن لقاح القدر فعال ضد الفيروس وأن هناك لقاحين تم الترخيص باستخدامهما للوقاية منه شركة موديرنا الأمريكية لصناعة الأدوية أعلنت مؤخراً أنها تختبر لقاحاً محتملاً للوقاية من قدر القرودة الذي أصار مخاوف عالمية واسعة دون أن تستعرض مزيداً من التفاصيل عن اللقاح ورغم تسجيل المزيد من حالات الإصابة بقدر القرودة في أوروبا وأمريكا الشمالية تتوالى التطمينات الدولية من الحكومات والخبراء بشأن الفيروس مؤكدة أن مخاطر هذا المرض منخفضة ومع وجود مخاوف على مستوى العالم من انتشار الفيروس وبائي كجائحة كورونا أشارت العديد من التقديرات إلى أن هذا الفيروس ليس بالقدر الكبير من الخطورة ويمكن الشفاء منه تلقائياً موسيقى ترجمة نانسي قنقر موسيقى ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم ارتفعت إلى نحو 527 مليون إصابة وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها بأن إجمالية الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم قد ارتفع إلى 6 ملايين ومائتين وثلاثة وثمانين ألف وفاة كشفت مدينة شنغهاي الصينية عن المزيد من الخطط لفترة ما بعد رفع قيود الإغلاق والعودة إلى الحياة الطبيعية ومن المنتظر أن تنهي شنغهاي رسمياً إجراءات الإغلاق في أول الشهر القادم في حين تعمل على تخفيف قيود مكافحة الجائحة بحضر حيث سمحت لمزيد من السكان بالخروج وعودت مزيد من السيارات وغيرها من وسائل الانتقال إلى الشوارع أكدت الولايات المتحدة واليابان استعداد تحالفهم الثنائي الرد على أي عدوان تشنه كوريا الشمالية جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الياباني كيشينوبو لتبادل التقييمات حول عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة في كوريا الشمالية بالتزام دعت الولايات المتحدة كوريا الشمالية إلى الكف عن سلوكها غير القانوني والانخراط في حوار متواصل وصادق حيث أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكية أنه على الرغم من أن باب الدبلوماسية ما زال مفتوحا مع كوريا الشمالية إلا أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن حلفائها أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أمهل الحكومة الباكستانية ستة أيام ذلك لإقرار انتخابات مبكرة يأتي ذلك بعد إنهائه لمسيرة ضمت الآلاف من أنصاره في العاصمة إسلامباد وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية أن المسيرة تخللتها اشتباكات في أماكن عدة واستخدمت الشرطة الغاز المسي للدموع عندما حاول المتظاهرون اجتياز الحواجز بينما أصدرت المحكمة العليا قرارا يلزم الشرطة السماح للمتظاهرين بالوصول إلى العاصمة جدير بالذكر أن البلمان قد أطاح بعمران خان في العاشر من أبريل الماضي بحقب الثقة عنه ومنذ ذلك يحاول حزبه حركة إنصاف حجد الشارع لتصعيد الضغط على الحكومة الاقتلافية لدفعها نحو الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة نظمت مدرية الصحة والسكان بمحافظة قناة قافلة طبية مجانية بقرية عزبة البوسة التابعة لمركز نجا حمادي ذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ونجحت القافلة في توقيع الكشف الطبي على 1200 مواطن في 6 تخصصات طبية فضلا عن إجراء الفحوص المعملية وتقديم جميع الأدوية بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة القافلة العلاجية بتستهدف القرى الأكثر احتياجا وقرى حياة كريمة علشان نوصل لأهلنا ونحاول بقدر الإمكان نوصل لكل واحد لغاية بيته القافلة النهاردة اليوم الثاني لها مبارح كنا عاملين 600 حالة تقريبا في مجالات متخصصة متعددة تشمل معظم تخصصات الطبية في الطب من جراحة وأطفال ونسا وتنظيم أسرة وخدمات المعامل وخدمات الأشعاء وخدمات العلاج قافلة هنا من ضمن نشاط قرى حياة كريمة احنا مش أول مرة نيجي هنا القرية طبعا لتالت مرة عشان طبعا احنا أي قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بيمة تركيز فيها على عدد القوافل فيها لخدمة أهلين المحتاجين فيها الخدمة الطبية طبعا القوافلة ما بتتضمنش كشفه علاج وصرفه بس لا دي بتتضمن برضو نشاطات أخرى احنا عندنا هنا خدمة الأشعة موجودة تم توقيع الكشف على 18 حالة أشعة حالات الكشف المبكر عن الضغط والسكر تم عقد ندوات طبية ندوات تسقفية توعوية للستقلات هنا خلال اليومين بتتضمن التطرق لموضوع فيروس كورونا موضوع النظافة طبعا الشخصية تنظيم الأسرة طبعا من موضوع المهمة اللي بنطرق ليها خلال نشاطة الثقافة الصحية توجهت للوحدة الصحية أنا مريض سكر أصلا قطعت تسكر أمراض باطنة والحمد لله حلاله له سكر والدكتور كشف لي كويس وكتب لي علاج ممتاز والحمد لله فأنا بشكر الدولة وبشكر الجهود اللي جامت عليها الدولة وبشكر الرئيس الله يبارك فيه علشان موفر لنا الكشف المجاني والقافلات المناسبة نفى المركز الإعلامي المجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء تسجيل رقم الهاتف المحمول كشرط لتحديث البطاقة التموينية وقد قام المركز بتواصل مع وزارة التموين والتي شددت على استمرار تطبيق عملية تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية دون إلغاء حيث يشترط أن يكون رقم الهاتف مسجل باسم ربي الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها مشيرة إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة لمن أرسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى الثلاثين من يونيو المقبل ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بمعدل نصف مليون فدان خلال عامي 2022-2023 بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح ما بين 15% إلى 20% من خلال رفع كفاءة استخدام المياه والبذور جاء ذلك خلال عرض معلوماتي نشره مركز المعلومات ويتناول خطة مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع المختلفة بحلول عام 2025 أشار العرض إلى أن مصر تستهدف زيادة الصادرات الزراعية إلى 3.6 مليار دولار خلال العام المالي المقبل كما تسعى لرفع الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول 2025 إلى 65% كما تسعى إلى الوصول لنسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة تصل إلى 65% في عام 2025 أخبار المال والأعمال تستعرضها لنا دينا فكري في هذه الجولة إليك دينا شكرا لك محمد وحكمة أخبار المال والأعمال محليا وعالميا عقد وزير البترول طارق المل عادة اجتماعة على همشي مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وبحث الوزير مع رئيس وزراء بلغرية إمكانيات وفرص التعاون بين البلدين في مجالة الطاقة في دوء الدور الإقليمي لمصر كمركز لتجارة وتداول الغاز الطبعية كذلك بحث تداعيات الأزمة العالمية الحالية على أسواق الطاقة كما التقى الوزير أيضا مع أميني عامي من نظمة الدول المصدرة للبترول أوبيك حيث أعرب الوزير عن تقدير مصر المهود أميني عام أبك خلال الفترة التي قضاها في قيادة المنظمة والتي تنتهي في شهر يوليو المقبل والتي سهم خلالها في قيادة المنظمة للقيام بدورها في ضبط السوق وتحقيق التوازن المنشود خاصة بعد جائحة كورونا تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج زيارات ميدانية بالمدن والمجمعات الصناعية للوفود المشاركة بفعليات النسخة السادسة لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذي يعقد خلال الفترة من 31 مايو وحتى الأول من يونيو المقبل ويعقد المؤتمر تحت رعية رئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور عدد كبير من علماء وخبراء مصر بالخارج إلى جانب رجال الصناعة في مصر وعدد من مماثلي الشركات العالمية وتستهدف سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها الوزارة اطلع الوفود المشاركة على التطور الكبير الذي تشهده كفة القطعات الصناعية إلى البرصة المصرية حيث أنهت تعاملات الجلسة نهاية جلسة الأسبوع بتراجع جمعين المؤشرات بدغوط مبيعات المتعملين المصريين والعرب وسأحجام تدول منخفضة وخسر رأس المال السوقي 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 669 مليار و247 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر إيجي أكثيرتي عند مستوى 10247 نقطة وأغلق عند 10200 نقطة وذلك بتراجع بنسبة 46 من المئة في المئة وفتح أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي أكس سابنتي عند مستوى 1765 نقطة وأغلق عند 1746 نقطة منخفضة بنسبة 71 من المئة في المئة كما فتح مؤشر إيجي أكس 100 عند مستوى 2660 نقطة ليغلق عند 2627 نقطة وبذلك كان منخفضا بالنسبة 21 من المئة في المئة تبين أداء برصات منطقة الخليج عند الإغلاق بسبب استمرار المخاوف بشأن التباطئ النمو الاقتصادي العالمي بعد أن أكد البنك المركزي الأمريكي أنه يتجه إلى تجديد السياسة النقضية بوثيرة سريعة وتراجع المؤشر السعودي نصف بالمئة كما تراجعت برصة قطر بنسبة 2 من 10 في المئة وفي أبوظبيا تراجع المؤشر 2 من 10 في المئة وأنهى مؤشر دبي الرئيسي على ارتفاع 1 و 2 من 10 في المئة كما صعيدت برصة البحرين بنسبة 3 من 10 في المئة وارتفعت برصة الكويت نصف في المئة وصلنا إلى ختام أخبار المال والأعمال وعودنا مرة أخرى إلى محمد وحكمة إليكم شكرا لك دينا بأخبار المال والأعمال نصلوا مع حضراتكم لنهاية نشرة السادسة بقي أن نذكركم بأبرز عنوينها مدبولي يلتقي رئيس غرفة أتجارة الأمريكية ويبحث جهود تعزيز الاستثمارات شكري يبحث مع نظره القبرصي تعزيز أمن واستقرار شرق المتوسط ويشيد بدورها في توثيق علاقات القاهرة بالاتحاد الأوروبي وسط المعارك المستعرة شرقي أوكرانيا موسكو تتوقع موافقة كييف على مطالبها من أجل السلامة انتهت السادسة نشكركم على طيب المتابعة دمتم سالبا في أمان الله